موسيقى أنا بتصور إذا منتطلع بيسوع نفهم كل شيء بيو أعطاه كل شيء وهو أخذ كل شيء من بيو وبيو هو كل وجوده بس ولا نهار بيو فرض على شيء حتى ببستان الزيتون ببستان الزيتون قال له إن أمكن فلتعبر عني هذا الكأس وبلحظته يسوع كان قادر يقوم يمشي يقول له أنا ما بدي هذا المشروع كلياته أنا أتقل مني بدي يفل ولكن يسوع يلي هو الابن المتجسد يلي صار إنسان يلي شوفينا كيف الابن بيكون عايش حريته للآخر نحن مرات كتير من خربة بين المحبة بين التطحية وبين الخنوع اليوم الخنوع للآخر منه من روحية السلوس الأقدس مثل ما التمرد منه من روحية يعني مش بس الرجال المتسلط منه على صورة الله الآب المرة الخانعة يلي ما بتطالب بحقوقه كمان منه على صورة الابن يلي بتلغي زيته دايما أنا بقول شغلي المحبة دايما بدي تكون لما ضربوا عبد قائد المئة ليسوا ما رد له الضربة بالضربة المظلوم المسيحي ما بيرد على الشر بالشر بس ولكن يطالب بحقه ومن حقه لازم يطالب بحقه لأنه الظالم من حقه مين ينوره إنه هو ظالم لأنه ظلمه لحي يقتله يوما ما إذا سألنا الخطيئة هي بتموت الإنسان الظلم هو بي يقتل الإنسان لأنه يلي بحاول يدوب الآخرين هو ذاته يلي بحاول يلغي الآخرين يلي بحاول يدعوس الآخرين أنا كين بدي يشوف إذا بدنا نسمي هال هالتضارب بين الأشخاص هالعنف يلي بيجي من وراء أني أنا مني قادر دوب الآخرين فيي بقوم بحاول أضربهم هتلا نسميه بأسامي من حياتنا اليومية. عنف. قتل. إرهاب. شاهدنا نسميهم كمان الغاء الغاء. حروب سيطرة سيطرة. إذا نتطلع ونشوف عالمنا اليوم عن يغرق بالموت لأنه معهم يتطلع بالسلوس الأقلس. يكون في جملة يقول يسوع رائع يقولون كما أحبني الآب. هكذا أنا أحببتكم. هكذا أحب بعضكم بعضا كما أنا أحببتكم. يمكن اليوم مجتمعنا عم يغرق بعقلية الذوبان وبعقلية الحروب والقتل. وإلغاء الآخر لأنه لا عم نتطلع بيسوع ولا عم نشوف يسوع عم يتطلع بالآب. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر